فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني في الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام يحيي شعبنا في كافة أماكن تواجده ذكرى إعلان الاستقلال بالداخل والخارج والشتات وتنظم الفعاليات والمسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة قيام دولة فلسطين ففي العام 1988 وبهذه الكلمات الراسخة في عقول الشعب الفلسطيني صدح صوت الشهيد الراحل ياسر عرفات مدويا بإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف من على منصة قاعة السنوبر في الجزائر الوثيقة التي صاغ نصها شاعر القضية الراحل محمود درويش بكل حرص وبلاغة جسدت حلم الشعب الفلسطيني بعد أعوام طويلة من التضحيات المتواصلة والنضالات بالحرية والتحرر من ظلم الاحتلال وثيقة إعلان الاستقلال جاءت كرسالة محبة وسلام موجهة للعالم كافة فمن أبرز ما جاء فيها تهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي تتحمل مسئولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها ووضع حد لمأساة شعبها بتوفير الأمن له وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفور إعلان المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الاستقلال تسابقت أكثر من مئة دولة محبة للعدل والسلام ومؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة وفتحت أبوابها أمام السفارات والممثليات الفلسطينية للإقامة على أراضيها وما زال شعبنا بقيادة السيد الرئيس محمود عباس متمسكا بهذه الوثيقة وبالثوابت الوطنية ومؤمنا بأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف سلام غنام تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر